بسم الله الرحمن الرحيم دي الحالة الأولى في سلسلة جديدة هنبدأها على القناة بأذن الله اسمها سلسلة شرح الترانزستور أو بعنوان ترانزستورز هنتحدث فيها بأذن الله كما هو وضح من اسمها عن الترانزستورز بالتفصيل الممل المشل وهنبدأ نشرح بشكل بسيط بإذن الله ونمشي خطوة بخطوة عشان تبدأ من الصفر نهائي من الصفر خالص في المجال ده أو في الجزء ده من العلم لحد ما تصل لفهم الترانزستورز بأنواعها المختلفة أو بأنواعها المختلفة وكثير من تطبيقاته وتشوف دوائر خاصة بيه وتحل مسائل عليه كل ده تعمله بالتفصيل بإذن الله ولكن أحب أفكرك أن عنوان السلسلة Transistors طيب أنا ليه بأعمل السلسلة دي؟ وهنمشيها إزاي؟ ده اللي أقول لك دلاتي حالا ليه بأعمل السلسلة؟ أولا أنا كنت بصور حاليا كورس اسمه الانالوج الانالوج سيركتس كورس جميل جدا ويعني موجود في تلتة كهرباء وانت محتاجه ورئيسي يعني شغل محترم جدا الانالوج سيركتس 1 عشان فيه في 2 المهم يعني فالكورس ده معتمد بشكل رئيسي على Transistors انت محتاج تكون فاهم Transistors كويس جدا سواء PGT سواء MOSFET وكمان CMOS بالذات كنوع خاص من الأنواع المشهورة اللي بنستطيع من النهاردة في Modern Technology فعشان تفاهم كل الأنواع دي محتاج تكون فاهم Transistors وعشان تكون فاهم Transistors يبقى انت عشان تفاهم المنهج محتاج تفهم Transistors وعشان تفاهم Transistors محتاج تكون فاكر حاجات كتيرة من اللي قابلية تكون فاكر أساسيات السمي كوندكتورز وتكون فاكر فكرة عمل البي ان جونكشن وتطبيقاتها زي الديود وأنواع الديود ويعني إيه Transfer Characteristics ويعني إيه Input Outbook Characteristics أو اللي هي اسمه إيه الVI Characteristics إلى غير ذلك من الحاجات كل دي أساسيات بعدها تقدر تفهم بيها Transistors بأنواعه المختلفة بعدها تقدر تفهم بيها المنهج بتاعك اللي هو أصلاً عبارة عن دوائر باستخدام Transistors باختصار شديد فعشان تعمل كل ده لقيت أني لابد من شرح Transistors بشكل مفصل ومنفصل يبقى هو مفصل ومنفصل عن بقية الكورسات في سلسلة خاصة به هتستمر معانا لمدة طويلة ولكن هبدأ أهد لقتي وهاخد فيها أقطع فيها شوت بالقدر الكافي اللي خلينا أقدر أبدأ في الكورسة تعلانالوج من غير ما تأطل معي وبعدين يبقى أن نكملها هي بعدين بس قلت أحطها في مكان لوحدها كده عشان لما أحب أكمل عليها نظام السلسلة وكمان يعني عشان تأفاهم نظام السلسلة هيبقى إزاي كل ما قبلت Transistors هعمله على أنه أساسيات محتاجينها لفهم الترانزيستور فمش هشرحها بالتعمق بقى الزائد ولا هحل عليها مسائل ولا تجودة لا أنا هفاهمك الكورس هيبقى عنوانه البساطة انت عايز تفهم الموضوع ويتسبت في زينك ما تنسوهش أبدا زي ما أنت في بعض الحاجات فاهمها بشكل عمرو بيتنسي أنت فاهم Ohm slow مثلا V بيسوي I فR أنت القانون ده فاهمه بشكل لا يمكن أن يتنسي ليه بقى مبدأ راصخ عندك بغض النظر عن المسائل أنت بقى مبدأ راصخ في الذهن فأنا عايز أحول لك كل ما قبل الترانزيستور الحاجات أنت محتاجها عشان تفهم الترانزيستور مش هعد أشرح لك بقى بقى قوانين ومعادلات وشاهد القانون اللي مش عارف اللي مليان تفاصيل لا ده سرحنا قبل كده أو هنشرحه بعد كده لكن أنا هشرح لك بشكل بسيط يحولها لكونسبت في الدماغة زي البي انجونكشن مش هدأخلك في قوانينها ولا القواعد اللي بتحكم الموبيلتي بقى ولا الدريفت كارنت ولا الدفيوجين كارنت مش هديك أي قوانين تقريبا كل ما قبل الترانزيستور هدو لك في صورة كونسبت مبادئ رئيسية وهحاول فاهمها لك بشكل يعني بسيط لدرجة تحت قوي قوي كمان أي حد يقدر يفهمها بإذن الله وترسخ في ذهنه وتبقى اللعبة كده في إيده بعدها هننتقل بها اللي فهم الترانزيستور ده اللي هنطول فيه بقى ونعمل كل البدع فيه هنعمل بقى نحل مسائل ونحل مفاهيم ونفهم المفاهيم الرئيسية وناخد أنواعه المختلفة طب إيه اللي هعمله في الفترة الحالية عشان بس ما سرحش معك بيه اللي هنعمله في المستقبل اللي هعمله في الفترة حالية يعني أنا هشرح الأساسيات كويس جدا كمفاهيم وهشرح الترانزيستور كمفاهيم كويس جدا كفكرة عمل وأساسيات وأنواعه وتفاصيله وطريقة عمله وكده وبعض الدوائر مع بعض المسائل لكن التطويل في المسائل والدوائر ده هنكمل فيه في كورسات قادمة وفي الكورس ده بإذن الله في المستقبل يعني المستقبل القريب بإذن الله فاهم الفكرة إيه فطيب أدمي أقولك تفاصيل الكونتنت نفسه الكورس ده المين لو أحب يدرس إلكترونيكس من اللي على القناة أو من بر القناة أنت لو في تانية كهرباء وعندك مادة إلكترونيكس أو في أي حتة في الدنيا وعندك مادة إلكترونيكس عايز تلم الموضوع بتاع الترانزيستور زي ببساطة تبقى مقدمة لك مش مقدمة ده هيا تبقى دسمة جدا أنا عايز أقولك هتستفيد منها أكتر من اللي هتاخده في المنهج المنهج هيقعد يرسلك معادلات وانت مش شاهمها أصلا اللي بعملولك هنا ده يخليك تفهم معادلات بشكل سهل قوي زائد من أنا أصلا هديك معادلات برضو مش مش معا أن أنا مش هدي تفاصيل لي بقى مش هدي معادلات خالص لأ هدي بس مش بالقدر اللي هو بقى يلا نحل مسائل وكده المسائل دي في الترانزيستور نفسه اللي هو عنوان السلسلة فلو بتدرس إلكترونيكس في أي مكان وعندك مقرر عن الترانزيستور اسمع السلسلة دي هبدأ معاك من أول صفر خالص من أول يعني إيه سيليكون ويعني إيه جيرمانيوم وكل واحد في هون بالكريستال بتبقى شكلها عامل ازاي وبيتكون والكريستال دي بتتكون من الأتم دي ازاي أصلا والكوفيلم بونس اللي بتحصل جوه الى آخر يشحرك من الصفر خالص وصولا ليه الترانزيستور في الآخر بتفاصيله بأنواعه بكل حلوياته فلو انت بتدرس إلكترونيكس اخدها ولو انت درست إلكترونيكس عندي على القناة وقفت معايا لانا ما كملتش الكورس كمل معايا في الترانزيستورز هنا هتفهمها في دقائق معدودة بإذن الله لو انت عندك الانالوج الانالوج سيركتس يعني انت في تانية كهرباء في عين شمس اللي قتي حل الانالوج سيركتس وان ومحتاج المقدمة تاعد الترانزيستورز وكون فاكرة كويس انت درست زمان سيمي كوندكتورز وفاهمها وإلكترونيكس وفاهمها بس تنسيت فانت عايق الناس بتكتب على الجروب انا مش فاكر يعنيه بيجي تي والتاني اقول انا مش فاكر يعنيه مصفت عايز تفتكر كل ده وحاس انك ضايع منك اساسيات في السيمي كوندكتور كمان عايز تفتكرها ببساطة من غير لعبك اسمع السلسلة دي من الصفر خالص واللي تبقيت لانا وسكفها معدية انا هشرح كاني واحد ما يعرفش اي حاجة في الدنيا حلو طيب او واحد تالت بقى خالص بيذكر من اي كلية تانية في اي تراك تاني ومحتاج يفهم الترانزيستور وناسي خالص كان كذا حد من اصدقائي العزاء يعني واقف مع الدنيا خالص عايز يبدأ من اساسيات السيمي كوندكتور لحد ما يقدر يخش يعني يحفر كده وينطلق في الالكترونيكس فانا هبدأ له من الصفر خالص بمفاهيم رئيسية وحاجات بشرح مبسط جدا وفي نفس الوقت يعني ينضيف واكاديميك مش هقولك كلامه خلاص يعني وفي الاخر يوصل ان يفهم الترانزيستور والديود اي واحد من دول انطلق معي يا صديقي العزيز انا ليه يا زميلي اصلا عمل لهم والكورس ده يعني من احد نوايا ان انا عمله لهم يعني كاساسيات هو محتاج مكان يلملوا الاساسيات تعني الالكترونيكس عشان انطلق ومش هيبقى السياب باذن الله هيبقى شغل اعلى باذن الله طيب ايه اللي هشرحه في الكورس ده كشيء من التفصيل هقسمه لعدة ايه مراحل اول مرحلة مرحلة الاساسيات بتاعت السيمي كوندكتور لان انت مش هينفع تبدأ بنقطة اقل من كده هي دي اقل حاجة محتاج تكون فاهم قبلها شوية حاجات زي ايه اساسيات الدوائر الكهربية مش هرجع حالك حتى تكون فاكر اسيات رياضة مش هرجع حالك طب ترجعها من اين من القناة افتح القناة عندي هتلاقي رياضة كتيرة جدا راجع لو انت مبارك كلية يعني راجع اللي تقدر عليها راجع رياضة واحد عندك فيديوهين تكامل جوه خلصهم لانك تحتاج مش هتكامل في الالكترونيكس انهائي انا بقول لك بس لو انت عايزت راجع رياضة عموما راجع اساسيات المعادلات راجع اساسيات اسمها ايه اسمها ايه التحليل وغيره كلام بسيط زي كده عندك رياضة واحد ورياضة اثنين تحت ايه وعندك سلسلة حل المشكلات الرياضية فيها يعني قوائم تشغيل لا تعد مسائل بالعشرات يعني عايش فيها ولسه هزبط قوائم تشغيل جتاني عشان فيه حاجات مش متضافة عليها يعني اسمه ايه وفيه رياضة تاني فوق فيه الديفرينشل فين الديفرينشل اهو الديفرينشل فيه عندك الديفرينشل دي مادة رياضة عندك الكمبليكس فوق خالص كل دي مواد رياضة راجع اللي تقدر عليه اللي تحبه ترى اشوف اللي انت محتاجه في الحالتين الرياضة لو ما نفعتكش بالالكترونيكس ستنفعك فيها بشكل غير مباشر انت مش هتتتمش تحتاج الكمبليكس في الالكترونيكس دي خالص لكن هتساعدك هتخليك كويس في الرياضة فلو انت بتذكر من بره لم كده لم سريعة ما تخدش فيها وقت كبير بإذن الله الحاجات البلا لازم تكون أستيات عندك دوائر كهربية عندك بليلستة هي يفضل انت مش تحتاج كل التفاصيل دي انت تحتاج مثلا حاجة زي الفيديو ده ابو تمانين مسألة ده كلهم مسائل على كيف يقل وكيف يقل تحتاج حاجة زي سورس ترانسفورميشن على خفيف كمان النودل المش تقريبا بنستخدمه قليل جدا السوبر بوزيشن تعرف عنه معلومة بس مش أكتر الثفنين هنستخدمه ببساطة شديدة الاسي سيركتس اسمي على الفيديو ده لانك بتحتاجه على خفيف كمان قدام بإذن الله فمش حاجات كتيرة عندك كورس السيمي كوندكتور ده لو حابت تتعمق في أي نقطة من قلناهم بشكل يعني بشيء من التفصيل لان انا برضو مش راضي عن الكورس ده الكورس ده محتاج تفاصيل أكتر بكتير هتلين شرح فيديو أربع ساعات في الأول أساسيات السيمي كوندكتور حلو وطبعا كنت صغير في السن شوية فهتلاقي الكلام انا لو عمدت لاتي هعمله أحسن عشر أضعاف حلو وهتلاقي حاجة عن الكارييرز ترانسبورت أو انتقال الناقلات الشحنة هتلاقي حاجة عن الاكسسس كارييرز تده الكنتينيوتي ايكويشن البي انجنشن في فيديو ساعتين لها كويس تقدر تسمعوا البياسنج بتاعها فى دول فيديوهين مع بعض الاي في كاركتوريستيكس بتاع اي حاجة هتلين شرحه لك هنا ان ازاي تعمل اصلا يعني اي اي في كاركتوريستيكس ومدي مساء على الاي ديال ديود فالزينر والأفالانش الريال ديود فحاجات كويسة يعني التنال ديود الجان ديود الستركشور افصولد زيال فيديو ده كان جميل جدا الميلر اندسيز والجاو ده فالسلسلة دي فيها تفاصيل لو انت احتاجت لكن انا هعوضك عنها بشوية حاجات اساسيات هنا ما تخلكش تحتاج ترجع للكورس ده تبقى شوية اساسيات حلوة في الفيديوهات قليلة باذن الله كورس الالكترونيكس نفسه لازم ان تكون سمعتوا لو انت بتذكر من بره او عندك اي حاجة تبقى عارف الكورس ده هتليني شرحت لك فيه اهم فيديواتها الاخيرة فيه من اول اي ديود ريكتفاير سيركتس دايود موديلز بعدها وزدلنا دحت الهاف ويف ريكتفاير والفول ويف ريكتفاير والبريدج ريكتفاير حاجات دي فيها معلومات داخلية جوه الفيديو مهمة جدا مش مجرد هف ويف ريكتفاير يعني سلسلة دي جميلة جدا مفاهيم في عالم الكهرباء يعني ايه ريم اس يعني ايه كاباستر او قصة الكاباستر كلها قصة الكهربية لازم تكون سمعت دي بالزاد عشان فيها مفاهيم في الاول انا محتاجك تكون فاهمة اللوجيك هتساعدك لو انت عايز تكمل في الدوائر بتاعت الديجيطال سيركتس وجودة محتاج تكون فاهم يعني ايه بوليوم فونكشنز يعني ايه لوجيك جيتس فده كله هتلاقي هنا بسرعة يعني مش بتفاصيل انا ماكملش الكورس ده للأسف هيبني لو معاي وقت والله يكوننا عملنا حقاك كتير ده يعني هيفيدك من بعيد قوي لو انت عايز تفتكر بقى يعني الاكتريك فيلد والاكتريك بوتينشل عيش هنا يا صديقي لو انت حابب حاجة من عالقناة يعني طبعا ده اقدم الاكتريك فيلد ومحتاج بردو الماجنيتك سورسز كمان ده للنس اللي برك كلك فسيحك من الاتنين الاخرين دي وانت محتاجر ايه الحاجات دي لو انت عايز ترجع لها او لازم تكون درستها اصلا عشان تقول انت معايا يعني طيب من فكرة ايه وهاجل لك حاجات حلوة كده تشوفها بعينك وانيميشنز وجودة وهنقرأ مقالات وهواريك ازاي تقرأ من المرجع في الحاجات دي هواريك لا تنعمل ايه بس المهم يبقى جزء السياد سمي كوندكتورز ننطلق بعدها لحتى كده مهمة بالنسبة لي هي تعتبر تابعة السياد وهي البي ان جونكشن البي ان جونكشن لازم تطقن البي ان جونكشن انا شريحها كذا مرة هحاول اشرحها باختصار برضو مش هنطول فيها بحسة افهمها بشكل كويس يعني ان شاء الله وببساطة يعني بعدها ننتقل للديود ومش هطول فيه خالص ان احنا مش هدفنا الديود انا هشرحه باللي يساعدني في فهم الترانزيستور شرح الديود نفسه انا شرحه بالتفصيل في الالكترونيكس ارجع له هحط لك فيديوهات على طول حلو بعدها نصل للجزء الاهم كل ده اساسيات كل ده انا مش محتاجه اصلا غير بس ان يساعدنا في الفهم عشان نفهم بقى الترانزيستور اللي جاي الجزء الاكبر و الاساسي في الكورس لكنه سوف نفهم他们 سوف نساعد Fellow سوف نشرح لك في الترانزيستور أنواعه مثل البي جي تي سنبدأ بالبي جي تي سنأخذ أنواع البي جي تي الان بي ان والبي ام بي سنأخذ كل ما يتعلق بالبي جي تي بعدها سنأخذ المصفت يعني ندرس العكس سنأخذ المصفت الأول هذا أغلب المراجع تعمل هذه الحركة ولكن سنأخذ البي جي تي لأنه أسهل سنأخذ الاثنين دول ونأخذ بعدها نوع رئيسي وشهير اسمه سيموس أحد أنواع المصفت سنأخذه بالتفصيل ونعرف شوية حاجات عنه بردو حلوة كل ده نأخذه بشكل نظري في الأول بعدها نأخذ شوية مسائل على البي جي تي وشوية مسائل على المصفت ممكن ما تدكش مسائل على ده يعني هنشوف لسه بالوقت كده ده الوقت الحالي أنا قدام هشرح كل تفاصيلهم بس أنا أتكلم عن الوقت الحالي اللي أنا محتاجه في الانالوج عشان نبدأ في كورس الانالوج فأنا هدي لك شوية مسائل هنا شوية مسائل هنا كل فيديو بمسائلتين المهم يعني هوريجلت النظام بس الأساس أنه أشرحك ده بالتفصيل كنظري تفهمه يعني شغال ازاي ايه فكرة عمله عشان ما تقاش حافظه خلاص هيساعدك فهم الدوائر اللي جاية كلها بس كده ونجل لك فيديو انيميشن وغيره بس هنشرح الفيديوهات نفسها ازاي هيبقى فيديو شرح على الصبورة هنا زي ما انا بشرح وممكن مع البعد الشرح قتليني قرط لك مقالة من عن نت بتتكلم عن نفس الكلام عشان أعلمك تقرأ بالانجليزي المقالات المكتوبة واللي هي مفيدة جدا الصراحة وأعلمك تذكر الكلام ده ازاي او تنقرأ حتة من المرجع بتتكلم عن نفس الموضوع او أوريك فيديو انيميشن او أجل لك فيديو مع اليوتيوب انا شايفه مفيد فيه انيميشن وحركات وأوريه لك وترجم لك المكتوب ونذاكره مع بعض فأشرحه لك باختصار شديد ممكن انت لو ذكرته لك ما تفهموش وغير ذلك شوية حاجات أخرى زي ايه مثلا تعال هنا دي مقالة ايه مثلا هقرأها معاك في كل جزئية على حدة انا مثلا موقع مشهور هندي حتى اسمه بيجوس لو انا بنطقه صح هو كلمة هندية الصراحة انا مش عايفه ايه بالانجليش بس اسمها بايجوس بيجوس الترانسليشن تنطالب النطق غريب قوي المهم موقع مشهور جدا عندهم ملايين يعني منصة تعليمية مشهورة ما قسمين التوبكس اللي عندهم مثلا في السمي كوندكتور ما قسمين التوبكس اللي هو شوية قسيات هاجة انا اشرح لك اشرح لك بالتفصيل بعدين نقرأ الصفحة دي بعدين نقرأ نوع الانترانسيك ونقرأ معاك الكلام ده بالتفصيل واشرح لك كل سطر عشان اعلمك تقرأ انا عايزك تتعلم مش مجرد اخطف وجري اتعلم معاك اسس العلم بجد متأسس يعني بعدها الاكسترانسيك ونقرأ معاك ونتفرج على الصور واشرح لك كل واحدة نعمل مقارنة بين الانترانسيك والاكسترانسيك نشوف الابليكيشنز اجل لك اصلا مقالة من موقع تاني زي الالكتريكال فوريو نكتب مثلا في البحث بي جي تي اطلع لك حاجات كتيرة جدا مقالات كتيرة بص كل دي مقالات افتح اي واحدة منهم مثلا ترانزيستور او ترانزيستور ازا سويتش ويستغني فيه النوع بتاع البي جي تي واري لك ازاي بنستخدمه كسويتش بالتفاصيل ورسم لك الجرافز هشرح لك كل نقطة كل تفصيلة هنا بالعين وقراها معك بعدها موقع زي مثلا توتوريالز بوينت منزلين توتوريالز كتير قوي بالترتيب على حاجة اسمها البيسيك الكترونيكس الالكترونيات البسيطة بدئين فيها بالريزيستورز بعدها كاباستورز بعدها اندكتورز ترانسفورمرز دايودز احنا ننطط حاجاته هناخد حاجاته جزء الترانزيستور ده هقرأه معك كاملا من اول واخره فهتطبس القديد الكلام الانجليش على الجنب اهو هنقرأه كله بإذن الله واشرح لك فيه احتاجت فيديو مع اليوتيوب فيه انيميشن زي الفيديو العظيم ده فيه انيميشن انا ما عافش اعملها حاليا او هتاخد من وقت كبير جدا انا اعرف بس هتاخد وقت كبير فهاجبولك وانتفرج عليه بص ادي الترانزيستور يواريلك واشغال ازاي والتيار بتحرك ازاي كلام عظمة عظمة جدا خليك تفهم بشكل يعني فظيع وممكن اشغل السبتايتل واعد اشرح لك عليها انا عنديش مشكلة يعني فهي من الفكرة ايه اجل لك حاجة زي السيميوليتر ده ونقعد ننقلب فيه فيه حاجات كتيرة جدا كل ما انت مسلا تعلي الفولتج الطيار يعلى اهو هتلاقي الطيار بدأ يسرع شوية يسرع 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 وهكذا ممكن امواخد الان دي وازودها هنا ممكن احط بي ان ونعمل مش عارف ايه الى اخيري هنشوف تلوتي الدنيا ما نجيلها ايه اجل لك سيميلوتر زي ده اوديك شكل من جوه او الكريستل بتاعت السيمي كوندكتور اجيبها لك من منظر ده بص بص اوديك الالكترنات ويعمل كوفيلان بونس بينها وبين واحدة اوديك لما نعمل اصلا اوديك الكريستل بتتكون ازاي لما بيتشبكوا مع عضوهم الى اخيره ادي شكل الكريستل فهاجل لك حركات زي كده بس كده فده نظام الشرح بتاعنا هيبقى سلسلة بدل ما اعملها في فيديو واحد او فيديوهات كبيرة هاقسمها لفيديوهات صغيرة كل فيديو بトوبك كل فيديو اللي هو الدوبين Luego فيديو بعدها فيديو icle بعدها نعوال بأهر ما يحصل له إمبيوريتي اللي هو فيديو للدوبين بعدها فيديو لي زي ما قلت لك الإنترينسيك والإكسترينسيك بعدها فيديو للبي انجونكشن لما نوصلها لما نحط إن على بي بعدها فيديو لخصائص البي انجونكشن لما نعملها كديود بعدها الاي في كاراكترستيكس بتاعتهم لسه بقى ها حد دانا الموضوعات دي وهي فدناغي يعني هنرتبها وكل فيديو منهم ممكن اقرأ منك مع مقالة احلي في مسائل لو احتاجت ممكن نعمل فيديو في النص نقرأ فيه المقالة لو هي كبيرة شوية الى آخره ده نظام الشرح على فكرة انا كنت ناوة اكتب في الموضوع ده تفاصيل كثيرة يعني اصلا كنت ناوة اعمله كتاب كامل وده الخطة اللي هنعملها في المستقبل بإذن الله ان انا هنغزو الاسماء الوسط او المحتوى العربي بكتب تفصيلية تشرح الموضوعات اللي زي كده تركات كاملة باللغة العربية عشان نساعد في ان الناس تذاكر بالعربي اجل لك مرجع زي سيدرا سميس نشرحه كاملا بالعربي او نشرح ما يكافئه بالعربي وزيادة نحط احنا فيه شرح خاص بنا ما نبقاش معتمدين عليه هو فقط يعني مسلا انا كنت ناوة اصلا اعمل ده بس في فايل مجرد فايل ما كنتش ناوة اعمله الكتاب ده يبقى ليك قصة تانية اصلا ده قدام يعني خلينا ما نتخرج احسن لقيتنا لو حاولت اشرح الترانزلسل من الصفر جيت اعمل فايلس لقيت نفسي قلت اما اخلص الاول كتابة هتلاقي الكتابة لقيتها طويلت معي جدا مش مناسبة خلص انا عملها دلوقتي فهتلاقيني بص هنطول جدا 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 لو حاولت احط لك صور زي ما المراجع بتعمل فده مش مناسب في الوقت الحالي خالص انا عملت كمية بس مش هنشرها حاليا خلينا اشتغل عليه مع نفسي كده عشان بس الترم انا هدف دلوقتي اخلص السلسلة دي بازن الله وهنطلق فيها خلال ثلاث ايام هنزل اغلبها الجزء اللي انا محتاجه وبقى اقل من ثلاث ايام كمان بعدها هنبدأ في الانالوج وبقية المواد زي الويفز الالكتروماجنيتك ويفز دي كلها حاجات هتساعدك في في مجالك اتصالات وإلكترونيات وهنبدأ في مادة زي كنترول انجينيرين هنعمل فيها شغلة عالية قوي بازن الله وادفانست سيمي كوندكتور دي هنحتاج فيها الترانزيستو ازاعدين شرحتولك وهقول لك ساعتها ان لازم تكون سمعت السلسلة دي ولما خلص السلسلة دي في جزء كبير منها تلاتين فيديو مسلا ولا حاجة هليمون كلهم في فيديو يكون سبع تمن ساعات او اكتر كمان وحطولك كا اول فيديو في سلسلة الانالوج وفيديو في سلسلة الايه الالكترونيكس عشان اللي وحتاجناها وفيديو في الادفانست سيمي كوندكتور ديفايزيس عشان غالبا هنحتاجوا فيها وقولك ان ده مقدمة لازم تكون سمعتها اديك فيهمت الخريطة انا همش بها في الفترة القادمة اليومين تلاتة اللي جايين فربنا معاك دعواتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته